صحينا من نوم النهاردة لدينا الاتحاد المصري لكرة القدم بيعلن تعيين المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب المصري لكرة القدم ودي حاجة رائعة جدا استنى قبل ما اتكلم في اي حاجة عن المدير الفني عايز اقولك ان بقية الجهاز الفني هو ضياء السيد وده راجل رائع جدا مشهور مع المنتخبات عارف كل حاجة عن المنتخبات المصرية وابن المنتخبات المصرية زي ما بيقولوا كده فاحنا متفقلين خير بالراجل ده وان شاء الله يقدي دوره في انه يعرف كارلوس كيروش كل حاجة عن اللعبة في الدور المصري ده رقم واحد كمان مساعد مدرب تاني هو محمد شوقي لقاعد دولي راجل له باع كبير كان مشارك في الأولمبياد لسه من فترة قريبة جدا وقدى دور جيد جدا ودلوقتي هيكون مساعد تاني مع ضياء السيد ومدرب حراس مرمى هيكون عصام الحضري وفي ناس كده قالت هو يعني عصام الحضري عنده ايه خبرات علشان يبقى مدرب لحراس مرمى المنتخب والحقيقة انا تجننت من الكلمة دي لان اول حاجة عنده رخصة تدريبية بقاله فترة تاني حاجة انت عايز ايه خبرات لمدرب حراس مرمى اكتر من انه بقاله حاجة وعشرين سنة دولي حاجة وعشرين سنة دولي انت بتخيل عصام الحضر يلاعيب كبير جدا 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 حارس رائع جدا عنده بطولات جبارة شارك كاسعالم شارك بطولات افريقيا عنده اربع بطولات افريقيا شارك دولي لمدة عشرين سنة او اكتر عايز ايه من العيد تاني يكون اكتر من كده فعايز اقولك ان عصام الحضر اختيار انا شايف اختيار موفق ياخد الفرصة وينطلط لكن في ناس بقى بتتكلم عن ان كان لازم يبقى مدير فني مصري وكان ناس بترشح حسام حسن وانا كنت من الناس اللي نفسي حسام حسن ييجي لكن كارلوس كيروش مدير فني كبير جدا انا متفائل بوجوده مع المنتخب وقبل بقولك قصته لان الرجل ده عنده عيد واحد وعنده مميزات كتير اول حاجة اقولك الرجل ده عمل ايه في حياته اصلا قبل كده الرجل ده كان بيدرب منتخب الشباب في التمانينات منتخب شباب البرتغال ودرب المنتخب بعدها طلع من تحت ايده مين بقى طلع روي كوستا وطلع لويس فيجو وطلع ناس تقيلة قوي من تحت ايده وهم صغيرين كمان هو اللي يعني اللي قال السيد أليكس فيرجل في اليوميتد لانه كان مساعد مدرب معاه هو اللي قال له على كريستيان ورنالد وقال له الوادي الصغير ده هيبقى فالتة ولازم تجيبه ووي 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 وهو فعلا اللي اكتشفه وخلى اليونايتد يجيبوه ولعب في اليونايتد وبقى حاجة رائعة جدا الرجل ده كمان درب صبورة الشبونة خد معهم بطولة كاس ودرب بعد كده راح مساعد مدرب كمان في اليونايتد قعد فترة شوية مع اليونايتد سنة وبعد كده راح درب ريال مدريد في عز ريال مدريد لما كان فيه كتيبة نجوم زيدان رؤول رونالدو رونالدو الزاهرة رونالدو لويز ديجو روبيرتو كارلوس بيكهم لا كاسياس لا لا كانت فرقة فظيعة جدا 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 لكن للأسف حقها معهم بطولة واحدة هي بطولة كأس السوبر الإسباني والكلام ده لمدة موسم واحد وتم يعني إقالته وراح على طول رجع لليونايتد قعد مع اليونايتد أربع سنوات وبعد كده طبعا مع اليونايتد أربع سنوات مساعد مدرب مع السير أليكس فيرجون وهي جماعة القصة دي جبيرة جدا انت راجل دربت ريال مدريد دربت مع السير أليكس فيرجون لمدة خمس سنين سنة مساعد مدرب وأربع سنين لما رجع من ريال مدريد مساعد مدرب بعد كده راح المنتخب البرتغال راح بيهم كاس عالم فدي حاجة برضو كبيرة جدا وعايز اقولك ان هو درب في اسيا درب فرقة في الدول الياباني ناجويا تقريبا ناجويا دربهم ودرب منتخب الاماراتي لمدة عام بعد كده راح درب منتخب جنوب افريقيا وعايز اقولك ان هو مع منتخب جنوب افريقيا في 2002 فضل مسيكهم في التصفيات المؤهلة للمونديال 2002 ووداهم للمونديال 2002 لكن هو استقال بعدها ورجع تاني علشان يدرب مع اليونايتد بعد الفترة دي وبعد القصة الطويلة دي راح درب في اسيا برضو منتخب ايران وصل بهم لكاس العالم 2014 2018 فالرجل عنده خبرات كبيرة جدا طبعا راح درب بعد كده منتخب كولومبيا في كاس العالم الحالي اللي هو تصفيات كاس العالم الحالية لعب معهم عامة 18 مباراة قريبا فاس 9 تعادل 5 وخسر 4 لكن اخر مباراتين في تصفيات كاس العالم خسرهم 3 صفر على أرضه وستة واحد برا أرضه من الإكوادور تقريبا حقا كده مش من الأرجنتين ولا البرازيل وحتى كولومبيا من الأرجنتين والبرازيل ما تخسرش ستة واحد وثلاتة صفر دي منتخب كولومبيا منتخب كبير عشان كده تمت إيقالة الراجل ده ودلوقتي جاي على المنتخب المصري فعايز أقولك إن تاريخ الراجل ده كبير وعارض جدا والراجل ده رائع جدا على مستوى الفكري والخبرات والقدرات الفنية كل اللي انت عايز تقوله والشخصية راجل رائع جدا 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 لكن تعلم موريك النقطة السلبية الوحيدة اللي أنا بتكلم عنها هواديك فين؟ هواديك أول حاجة لكاس العالم 2014 لعب قدام نيجيريا والأرجنتين وسربي نيجيريا والأرجنتين وسربي قدام نيجيريا اتعادل صفر صفر قدام الأرجنتين خسر واحد صفر قدام سربيا خسر تلاتة واحد إيه الشاهد في قصة وجوده في كاس العالم 2014 إنه كان بيلعب بشكل دفاعي بحت واستحوازه على الكرة كان سيء جدا في الثلاث ماتشات كان حاجة وثلاثين حاجة وعشرين في المئة وثلاثين أرجنتين أخيل مقابل حاجة وثلاثين طبعا فكان واضح جدا إن المنتخب الإيراني بيلعب بشكل دفاعي جدا 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 ده رقم واحد روح بقى للمنديال 2018 هتلاقيه حقق فز وتعادل وخسار يعني حقق أربع نقاط بس تعلم مقولك بقى أول ماتش لعب قدام المغرب فاز واحد صفر انت عارف فاز واحد صفر إزاي؟ المغرب كانت متسايدة لماتش حرفية وفي آخر ثانية في المباراة كرة عرضية لعيد من منتخب المغرب حطاها في نفسه في دقيقة خمسة وتسعين وفاز واحد صفر رغم إنه هو مكانش الأفضل في المباراة المباراة اللي بعدها قدام أسبانيا خصر واحد صفر كان ميت تماما المتخب الأسباني للإستحواز كان خمسة وسبعين في المئة لخمسة وعشرين فيعني دفاع بحت 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 ما أفل كل حاجة ديجو كوستو حط بون خلص الماتش واحد صفر المنتخب أسباني الماتش اللي بعده قدام البرتغال اتعادل واحد واحد طول الماتش خسران ونايم في أرض ملعابه في دقيقة تلاتة وتسعين حط وجون بقت النتيجة واحد واحد اتعادلوا عمنتخب البرتغال أنت بتخيل النتائج تبدو حلوة أنت فزت ماتش تعادلت ماتش واخسرته قدام أسباني واحد صفر لكن الأداء يا جماعة كان دفاعي بحت نايم بكل اللعيبة حرفيا قدام المرأة هي دي المشكلة بقى اللي أنا بتكلم عنها مع كارلوس كيروش واللي مش هنقدر نتعامل معاه في مصر ليه لأن احنا عايزينك عشان نكسل عالم اللي احنا فيه ده تصفيات كسل عالم رقم واحد احنا في مجموعتنا التاني في المجموعة برصيد أربع نقاط والأول هو المنتخب الليبي برصيد ست نقاط الماتشين اللي جايين أنت هتقابل منتخب ليبيا فأنت عايز تكسب منتخب ليبيا ماتشين هو هتقول لي نكسب ماتش ونتعادل ماتش والحسابات دي لأ أنا عايز أكسب الماتشين عشان أضمن بنسبة كبيرة جدا أن أنا قربت للنهائيات أو قربت أن أنا أوصل على رأس المجموعة لأنه لسه فيه تصفيات تانية فالمهم أنت محتاج حد يلعب بصبغة هجومية دلوقتي وحالا وهي دي المشكلة اللي هتواجه كارلوس كيروش والطريقة دي مش هتنفع معانا أو على كارلوس يا كيروش تلعب بالطريقة الدفاعية فهو ده النقطة الوحيدة اللي احنا إيه يعني مقلقين منه تاني حاجة محتاجينك في خلال أسبوعين تكون عرفت كل حاجة عن المنتخب والأسبوع اللي بعده تلعب المباراة مع منتخب ليبيا هتلعب ماتشين فأنت محتاج تكسب فيهم لكن إن شاء الله متفقلين والناس اللي موجودة هتساعدوا أكيد السيد رجل خبير في المنتخبات هيساعدوا أكيد وحاجة تانية مهمة جدا وهي بعد الإعلان عن المدير الفني كارلوس كيروش لقينا محمد صلاح منازل الصورة دي وده معناه إن محمد صلاح مبسوط ومتفائل وكويس الاختيار ده والحاجات دي كلها وده بيأثر إيجابيا على اللعبة يا جماعة اللعبة بقى كويس أو المدير الفني وعش ما يقديش ما يقدرش يلعب لكن هو طالما حد بالمدير الفني بقى اللي جاي إن شاء الله يكون كويس وإن شاء الله احنا متفاعلين جدا أنا مبسوط جدا بالمدير الفني جديد وحرفيا أكتر حاجة بسطتني هي إن حسان البدري ماشي فاللي جاي إن شاء الله يكون حلو متفاعلين جدا طالما وصلت إلى هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو أول مرة تشوفنا اعمل سبسكرايب للقناة واللي عايزة تواصل معايا تواصل معايا على إنستجرام من هنا هتلاقوني إن شاء الله موجود 24 ساعة وبارد على كل الناس شكرا لكم استنوا المزيد من الفيديوهات في الفترة اللي جاية سلام عليكم إن شاء الله نوصل للمنديال رفقة كل المنتخبات العربية يا رب إن شاء الله سلام